موسيقى جاء إلي شاب جميل والدموع تملأ عينيه طالبا حلا لمشكلة عميقة كانت مشكلتك الآتي كما صاغها أنا أحتاج إلى الحرية من ربط المرأة بالجنس لا أستطيع في خيالي أن أتصور المرأة بعيدا عن جسدها هل عندك طريقة في الطب النفسي تفك المرأة في نظري من التفكير في جسدها إني أشتاق أن أتعامل مع المرأة كإنسانة وليس كمجرد جسد شعرت بمعاناته وأرجع هذه المعاناة لأسباب كثيرة أهمها تلك الثقافة المحيطة بنا التي اختزلت المرأة إلى جسد واختزلت المرأة إلى جسد للأسف الشديد بناء على أسس دينية وعلى أسس قانونية عندما جعلت المرأة هبا توهب للرجل لكي يستمتع بها أما المشروع الإلهي الأصلي لخلق المرأة لم يخلق المرأة لتكون متعة خلق المرأة لتكون معينة وليس لمجرد المتعة أحبائي إننا لن نستطيع أن نحرر أذهاننا من ربط المرأة بالجنس وفك هذا المعتقد الشرير الذي يختزل المرأة إلى مجرد جسد إلا إذا عدنا للأصل لماذا خلق الله المرأة لم يخلقها لتكون مكافأة للمحاربين الأشداء لم يخلقها لتكون ممتعة للرجل بسبب معاناته في الحياة الله خلق المرأة لكي تقف إلى جوار رجلها جنبا إلى جنب تسنده وتعينه وتعضده ليتم مشيئة الله في حياته حتى نصل إلى هذا المستوى الراقي ونتذكر قول الخالق أصنع له معينا نظيره شريكا معينا وليس دمية يلهو بها أو جسدا يستمتع به حتى نصل إلى هذا المفهوب للمرأة أنها المعينة ستظل المرأة في أذهاننا مجرد جسد وكل ثقافة تجعل المرأة متعة يكافأ بها الرجل ستجعل شبابها يعيشون هذا الصراع المر والمؤلم أن المرأة مجرد جسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر